أكد أحمد حسام ميدو النجم السابق لنادي الزمالك أن إدارة النادي كانت على استعداد لقبول عرض الحصول على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا مع استرداد الغرامة بالكامل وإلغاء الفوائد لكنها رفضت الصفقة وأشار ميدو إلى أهمية التفاوض بمرونة لتجنب تصاعد المشاكل للمالية وتفاقم الأزمات في حديثه على برنامج آلري منتادة على قناة المحور أكد ميدو أن ملف كهربا أصبح قضية جماهيرية مشددا على أهمية دور الجماهير ولكن مع التأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وأوضح أن العرض الذي تقدم به الأهلي كان بمبلغ 2 مليون دولار نقدا ورفضت الزمالك هذا العرض الأمر الذي أثار غضب الجماهير وتسبب في تفاقم المشاكل المالية وأشار ميدو إلى أنه كإدارة لو كان مكانهم لوفق على العرض النقدي مؤكدا أن فهم حقوق الجماهير مهم ولكن يجب أيضا التفكير في الجوانب المالية لتفادي تداولات طويلة وضائقة مالية مستقبلية وختم حديثه بتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول إدارية للأزمات والمحافظة على استقرار النادي وأشار ميدو إلى أن الجماهير تعتبر ملف كهربا قضية حساسة ولكنه أكد على أن دور الإدارة هو إيجاد حلا مناسبا للأزمة وأوضح أنه كان هناك فرصة لتحسين الوضع المالي للنادي من خلال قبول العرض النقدي مما يساعد في تلبية احتياجات النادي وتفادي المشاكل المالية المستقبلية وأكد ميدو أن الرفض الحازم للعرض قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط المالية على النادي مما يتطلب إدارة فعالة وحكيمة لتجنب الأضرار الكبيرة وفي ختام حديثه دعا إلى أن تكون الإدارة على دراية بأهمية التفاوض والتواصل مع الجماهير وفهم التوازن بين مصلحة النادي وتلبية توقعات الجماهير المتحمسة